رسالتي إلى سمو رئيس الوزراء وبخصوص الحسابات المشبوهة وتضخمها لبعض النواب الحاليين وشبهات غسل الأموال وتجاوزات صارخة اليوم المشرع يراقب على الحكومة بعض ممن حصن الوزير وأعلن تأييد له بتجديد الثقة عندهم تضخم بالحسابات وشبهة غسل الأموال والنائب يراقب على الحكومة بالتالي هذه الملفات لم يتم تحويلها إلى النيابة ولا أخذ الإجراء الصحيح القانوني في هذا الشأن لذلك رسالتي إلى سمو الرئيس عندك رقابة ذاتية على الوزراء وحسب المادة 127 من الدستورة التنسيق بين أعمال الوزراء المختلفة فالمسؤولية اليوم عليك وهذا أول اختبار حقيقي في محاربة الفساد ولا يجوز تضخم حسابات بعض النواب والأصل في وزير المالية أن لا يكون متراخي وأهمال في إجراءاته وتحويل هذا الملف إنما ركن في الأدراج لذلك كلامي ليس موجه للنواب إذنما للشعب الكويت وفي الكريم تحقيق الرقابة متكاملة ومن ثم رسالتي إلى رئيس الوزراء بيأخذ إجراء بهذا الوزير إيقالتها أو يقدم استقالتها أو رئيس الوزراء سوف يكون مسؤول ووضح نعم رسالة سوف يقدم استجواب إلى رئيس الحكومة لا يجوز أن تتم الإجراءات بهذه الطريقة بالإضافة أخطر مرحلة إذا كان الفساد عادي أو اعتيادي يجب محاسبة المتجاوز والمتخاذل والمخالف وفق الدستور وقوانين الدولة ترجمة نانسي قنقر